موسيقى 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 بنها موسيقى موسيقى منذ بمسيق التراوي حسب أنه يفكنا بشي يدخل أسطول جديد أنه يعطي واحد الأسطول الحقيقي أنه يدخل واحد الأسطول الحقيقي لكيرتقي التطلعات ديال الساكينة خصنا نحبسه هنا لأن الساكينة مابقاش قادرة أنها تصبر ومن حقنا أننا نعبره بكل طرق الحتجاج يسلمي وكذلك الترافع القانوني على أسطول يكون هنا كيرقى التطلعات ديال مدينة فاس وكيرقى التطلعات ديال الساكينة ديال فاس وهذا حق مشروع كده كده منه الضصور لأنه محقي أنني نشوف طبيسات اللي كتلائم مع تطلعات ديالي ومع تطلعات ديال مدينتي ومع تطلعات المواطنات والمواطنين وما بقيناش قادرين أننا نسكتو على هذا الأسطول وما بقيناش قادرين نسكتو على هذه الشركة اللي درسوا واحد لعابات كبير في المدينة ديال فاس اليوم خصنا نتحدو ونكونوا يد وحدة كساكينة ديال مدينة فاس ونوقفو ضد هاد لعابات ديال النقل الحضاري ونوقفو ضد هاد التير ديال النقل الحضاري وأننا نتحدو واحد الوحدة كبيرة باش أننا ننتصروا في هذه المعركة ديال النقل الحضاري بمدينة فاس ونجيبوا واحد النقل لكي يليق بالمدينة ديال فاس وشكرا زكريت المساني فاعل سياسي ومدني بمدينة فاس الآن في سياق الهاشتاغ والحملة اللي عرفها مواقع التواصل الشمعي لتتهم المشكل القائم بمدينة فاس ديال الطبيسات نبغي نقول واحد ثلاثة ديالنوقات مهمة واللي الكل على علم وعلى دراية بها النقطة الأولى هو أن الوثيرة والطريقة كيفاش أن الحملة تعطى معها المواطن والمواطنين الفاسية هذا يعني أن لكل سأم لكل عياغ من الواقع ديالنقل الحضاري بمدينة فاس كيفاش أن الحملة تطلق هادي يومين وتعرف ذلك الصدل الواسع ومن خلال ذلك الصدل الواسع على المستوى الافتراضي يوازيها على المستوى الميداني احتجاجات فول الطيب احتجاجات البارحة بالأمس البارحة احتجاجات ديالطالبات في الحيل الجامعي السيس ومن المتوقع جدا أن الرقعة دياله الاحتياجات أنها ممكن تزيد توسع علش لأن على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي لكل أنها مؤهلة ساكنة مدينة فاس مؤهلة جيد مؤهلة أنها تخرج تحتاج من أجل النقر الحضاري تليق بالكرامة ديال الفاسيين والفاسيات النقطة الثانية هي المسألة ديال 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 الحرية بريس تعطات مع الأشخاص في وضعية إعاقة فيها هي مسألة الولوجيات في النقل الحضاري مسألة الولوجيات لملف تفعلنا معاه وتجاوبنا معاه بمرسلات برسائل مفتوحة بأسئلة شفاوية وكتابية في مجلس المدينة وغيرها من الطرق لا سواء المؤسستية لا سواء الجماهيرية كيفاش ممكن أن نحلوه ولكن لا حياة لمن تونه لا حياة لمن تونه ما زال دابة حنا تنشوفوا الأسطول كيفاش دائر أسطول مهترئ رادئ جدا تخاخن تخرج منه الزحومات هذا شيء لا نظر على ذلك شيء من التورنيكا والصراع والطاريخ طوال اللي دوزوا الأشخاص في وضعية إعاقة مع المشكلة ديال الحواجز إذا المشكلة الولوجيات مشكل كبير تخصو حلف أقرب بقس ختم زراء العموري مستشارة جماعية عن الحزب الشراكي الموحد هل موضوع هذا أرق الساكنة والساكنة كتعاني منه لدرجة كبيرة لدرجة أنها فعلت الهاشتاغ اللي والله حاليا الهاشتاغ هو الطريقة الواحدة اللي الساكنة لقات باش وصل الصوت ديالها باش قول كفانا استهترا باش قول أن فاس تستحق الأفضل فاس كتستحق طبيسات في المستوى طبيسات اللي كتحترم على الأقل الكرامة دي المواطن الفاسي السلامة دياله هالطبيسات اللي كينين دبع حاليا كين ما كل شي كيشوف ما كيجوش في الوقت حالة ديالهم مهترئة كتشعل فيهم العافية في أي لحظة يدير أمبان في أي وقت والغياب ديالهم بعض المرات بزاف ديال المرات الغياب ديال الحافلات اليوم أبغينا نقولو أن المجلس الجماعي يخداء إجراءات ضد الشركة رفع عليها دعوة ودعوة لها غادة في المستوى راديالها غير بغينا المجلس يفعل وينزل المستوى يفعلها وينزلها على أرض الواقع لأن الشعب ما بقاش قادر يتحمل الشعب راه عياء ما بقاش قادر يتحمل فاليوم أبغينا نقولو كيفا ستوب نسرها عيات وخصنا نلقى لهم حل